اما التيمم فهو لمن فقد الماء او ليس عنده قدرة على استعماله فان صفة التيمم كما باينها النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب الارض ويتامم ارض طيبة كما قال الجل وعلا فتامموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اخبر النبي ان صفة هذا ان يضرب الارض الطيبة مرة واحدة بيده ثم يمسح بيده يعني بيديه كلتا يديه الواحدة على الاخرى ثم يمسح وجهه مرة واحدة فهذا التيمم والتيمم انما هو هذا الطهارة يعني عند فقد الماء وهو يرفع الحدث الاسهر والاكبر فاذا كان انسان قد اجنب او انه احدث وجاء وقت الصلاة فانه يتيمم ويصلي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور يعني الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء شهرا فلو انه لم يجد الماء شهرا فانه اذا جاء وقت الصلاة فانه يتيمم ويصلي وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته كما قال جل وعلا فان لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فهذا من يعني رفع الحرج عن هذه الامة فقد جعل الله تبارك وتعالى لها الارض كلها مسجدا تصلي فيه وكذلك تربتها طهورا تتطهر به لا يجب علي المسلم ان يحمل يعني طهوره معه وضوءه معه في اي مكان يسافر فيه بل لو سافر واخذ فقط يعني الماء الذي يكفيه يعني طعامه وشرابه فانه غير آثم اذا جاء وقت الصلاة وتيمم بالصعيد الطيب والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة